موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الأحبة في المؤتمر التعريفي لتطبيق موسك لخدمات الحاج والعمر أعليكم إياه موسيقى نحن بعض لحد الآن نريد أن نرى المؤتمر وهذا سيطرح بكل الأمور فإذا شيء ناسبنا ويناسب المعتمرين وفي فائد المعتمرين فرح نشتغل به ما عندنا أي مشكلة بالموضوع حقيقة في هذا الوقت بعد خلاص الناس من وباء كورونا اشتياق كثير من الناس لأداء نسك العمرة وكذلك للحج وهذه المنصة الجديدة هي شيء جميل جدا وأعتقد هي تساهل جيد للمواطنين الذين يرغبون زيارة الحرمين الشريفين أو يريدون أداء نسك العمرة أو أداء الحاج لذا نطلب إن شاء الله ونرجو أن يكون هذا التعاون المشترك بين البلدين هذا التعاون دائم ومستمر لخدمة ضيف الرحمن وبرك الله في جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال عدد الحجاج العدد الطبيعي لهذه السنة يعني رح يكون عدد حجاجنا 33.690 لا يوجد شرط العمر جميع العمار مشمولة كل من فائز بالقرعة 20, 21, 23 اللي يتعجلوا لحد 22 السنة إن شاء الله يلوحهم الحج يطلعون للحج كلهم هذا بالنسبة للحج أما ملف العمرة ما شاء الله ملف العمرة جميع المطارات شغالة في ملف العمرة وانضافت عليها مطار كاركوك وبالإضافة لها تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي التي دام إغلاقها أكثر من ثلاثة عقود يعني أكثر من ثلاث سنة ثلاثين سنة مغلقة فالحمد الله ماشية وبدون أي مشاكل وبنسيابية عالية حقيقة هي منصة نسك إحدى المنصات المرخصة من قبل المملكة العربية السعودية وذلك لتقديم التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن والقادمين لأداء العمرة والحج من جميع دول العالم ومنها بالأخص العراق بإذن الله بغداد ولله الحمد اليوم صادفنا جيدة معالي وزير الحج العمرة نعم وكذلك إن شاء الله رئيس هيئة الحج العمرة الأستاذ المسعودي وإن شاء الله نتشرفنا بحضورهم كلهم وعشاء الله يديم المحبة بيننا كلنا اليوم في جمهورية العراق حضرت الشركات السعودية وشركة تطبيق نسك المتواجدة في المملكة العربية السعودية لتسهيل المعتمرين والتصاريح الحج والعمرة وزيارة الجد النبو الشريف فقد حضرت اليوم لتقابل التعليمي للقاء التعليمي للشركات العمرة العراقية والتواجد في هذه الموقع في هندق الرشيد في بغداد في العراق طبعا بحضور سعادة الوزير الحج والعمرة وسماحة الشيخ المسعودي رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية وشركات العمرة العراقية في أنحاء العراق من كردستان وبغداد والبصرة والحمد لله اليوم قد حضرت كل الشركات واستقبلناهم استقبال وشرفونا ونورونا في بغداد تزينت بغداد اليوم بحضور وفد حالي المستوى عزيز على قلوبنا جاء من المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسه معالي وزير الحج السعودي دكتور توفيق بن فوزان الربيع وبصحبته وفد ممثلا لعدة قطاعات معنية بالحج والعمرة والسياحة هذه الزيارة التي تعد سابقة أولى من نوعها في بلدنا الغالي تؤكد وتحزز من قوة ومثانة العلاقة بين بلدين الشقيقين وحرصهما على رصانة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إن احتضان بغداد للقاء التعريف لمنصة نسك والشركات المعنية بالحج والعمرة والسياحة من المؤكد إنه سيساهم في تطوير الخدمات للحجاج والمعتمرين بالتزام مع وجود تسهيلات كثيرة من القائمين على وزارة الحج السعودية والجهات المعنية الأخرى ولدت ارتياحا كبيرا لدينا لشركاء ولشركات العمر العراقية ومن بيننا ومن بينها تمديد تأشيرة العمر لمدة ثلاثة أشهر وتقليل مبالغ التأمين الصحي والخدمات الأخرى إن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة بالتزامن مع الاعتماد المتنامي على التكنولوجيا الحديثة يحزز من مرونة وسهولة الإجراءات المتبعة في ملفي الحج والعمرة ونحن نشهد بأن المملكة العربية السعودية ذهبت بعيدا بهذا الملف وأن المنصات والتطبيقات والبرامج المتخصصة بالحج والعمرة التي افتتحتها ضمن رؤية المملكة لسنة 2030 الميلادية بسطت كثيرا من إجراءات العمل وعن سيابية الإجراءات المتبعة الحضور الكريم إن الهيئة العليا للحج والعمرة على أتم الاستعداد للتعاون في كافة المجالات بيهدف خدمة وراحة الحاج والمعتمر العراقي وتقديم أفضل خدمات لهم حيث إن العراقيين يتوافدون بكتافة إلى المملكة ومنذ بداية موسم العمرة التي انطلق هذا العام مبكرا لأول مرة في شعر محرم الحرام حيث تم تسجيل مغادرة ما يقارب 300 ألف معتمر لغاية يومنا هذا عبر المطارات جوا ومن خلال منفذ عرعر الحدود برا التي أفتتح هذا العام بجهود كبيرة من الجانبين العراقي المتمثل بهيئتنا ووزارة الحج السعودية حيث دام إغلاقه لأكثر من ثلاث عقود مضت وفي هذه الأيام سجلنا مغادرة ما يزيد عن عدد 6000 معتمر في أيام الدروة في اليوم الواحد عبر منفذ عرعر البري وما كان هذا العدد أن يكون لولا الإجراءات المبسطة التي توفرها الهيئة العلية الحج والعمرة وما يقابلها من التسهيلات التي توفرها في المملكة العربية السعودية إلى المعتمرين العراقيين وفي المقابل ينتظرنا موسم حج مهم بعد شهور قلائل سنقدم فيه الكثير من الخدمات الجديدة والمتطورة إلى الحاج العراقي المبارك حيث هناك عدة ملايين للعراقيين تواقون لداء مناسك الحج وفي أساس ذلك نحن نطمح وندعو عشقان المسؤولين في ملف الحج زيادة الاهتمام بالوافد العراقي قدر الاهتمام الذي لمسناه طيلة المدة الأخيرة للمعتمرين وخاصة بعد التطور الكبير الذي شهده عمل بعتة الحج العراقية خلال موسم الحج الماضي وتنظيمها العالي لقوافل الحجاج مما جعلها من أوائل البعتات الحج لدول العربية والإسلامية برامج النسك أحد البرامجيات التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية لتسهيل خدمات الحج والعمر للمعتمرين مثلا من نسك من دخول الروضة عن طريق النسك دخول الحرم مستقبلا سيكون عن طريق باج دخول عن ميناء وعرفة وكذلك هذه الحج الحقيقي يستلم خدماتها الحقيقية يعني لا يصير واحد مثلا داخل مكة ليس بطريقة شرعية يقدر يحج لا يعني هذا يكون كل هج من خلال هذا البرامج موسيقى الحلقة الحج والعمر عقاق وإستهار العقاق والثماني نسك يولد التقدم وإستهار استفراتيجية طموحة من عالمية السقوط الماضح فيها الهيئة العمي للحج والعمر خلال عام 2022 لفداية مرحلة جديدة من العام الجهد لتحسين الخدمات المقدمة للجيج والمؤتمرين وتحقيق النمو الاستفار للمتسائعين والمستدام حج الاستفار واجهة تقدم الحج والعمر التحدي والاستفنائية لإنجاح نسل الحج عام 1443 مجرية بسبب طيب المقد إلا أن التعاون الكبير أن يبدو من المملكة العربية السعودية وعلى أقسها وزارة الحج والعمر لحيادة المخابر تورط وفيد من خوزان العربية أن يحرص على أن يكون موسم الحج ناجح على العراق من جميع الدول الإسلامية مما كان له الأثر الكبير بتدهيب السعود ومن ذلك أتمنى خيارة الحج العقلاتها الخاصة بين الموسم وإنجاز إجلاقات المسائل الإلكتوريين بمقتل قياسي بإشراف مباشر من معاين مريس الهيئة الشيخ السعود المسعود الذي كانت أكثر حفصاً عن تعلق قيمة الحاج العراقي بجميعنا مرحب وإتعاكد مع أفضل الشركات بالدهار قد أسهل مجزاة بل قبل الموسمة دعموا شركة الميقات التجهيزات الغدائية السابعة من الهيئة لتنفذة الحجة لما جعل الحج العراقي أن أفضل تكلفا بين عقاميه من أدول العربية والإسلامية في استحصال مؤفقة المملكة العربية السعودية بفضحيناً فضيئة على الخضوذية مع محجاجة لما تبهون المميزات فضلها الحاج بإمكانية التكلفة وحمل الانتعاف وعدم التعييد بآلية السفر إسراء وتأهيل جهوم كبير من طريق الحج العراقي كانوا إرادة من أولئة الدول الإسلامية ستكمل لإشراءات المسائل الإلكتوريونية واستحصال الفيزة وجهة جاء نحن للمشاهدة تفوج الحجاج إلى ثمانية أيام فقط ثلاثة وثلاثة وثلاثة وخمسون حافلة رفقت حجاج البردى مئتان حافلة أخرى لنقل الفجاج بين مدينة المنظر ومركة المخرى خفلات الظنة على مدارة الأمم لإيقاء الحجاج من سكنهم إلى بيت الله وخلاء الماء أربعة ومتسعة ورشمين حافلة لإيقاء الحجاج إلى مدارة المشاكل المخدسة سكن الحجاج في المدينة المنظر ثلاثة عشر حندق بالناطق مركزية المجاورة للمسجد النبوي الشريف تغفرت فيها كانت المواصفات الفندقية في مكة المكرمة سبعة فندق وأراج قريبة إلى المشاعر المقدسة والمسجد الحرام كانت مواصفة تلكمتك تنسية حدة متكاملة يعني في الحقيقة شيء شيء الأول اللي هو القرب من المشاعر المقدسة وليس القرب من الحرام لأن الحج هو المشاعر قد يحتاج الحرام في الحرام ما يبقى ساعة ونصف الأسر للطرافي والسائل ثم الصلاة أما في المشاعر يحتاج قد تأيام ولذا نعود أن يكون محاد سنة فالحجاج قدير من المشاعر حج بفرحة عام مختلف بجميع المقاليس حيث كانت البهجة والفرحة على محل جميع الحجاج الأراضي وسط استقبال راحبا من أخبار من السعوديين في ملافذ القدوم كان دليلا عن الأنفة والمحافة بين الشعب الشقيقين وترحيب آخر من كونادر بعد الحج النماطية عن روصولها لفنالة السكالية يعني نشتغل المبلد العربية السعودية على حسم الضيافة والاستخبار أولا استقبلونا بالكهوة اللي هي أصل الضيافة العربية ومن ثم بالورود نشتغل المبلد العربية السعودية يعني نشتغل المبلد العربية السعودية وفي امتابعة مناشرة رئيسها الشيخ المسودي جعلت موسم الحج عام 1443 نجرة من أنجح المراسم في جوانب الدعاش التعافل مع الأفضل منطبخ في الديار القدس والتوفير مجموعة في العيدة يومية وفق ذائقة العربية يكون هناك شيخ العربية عشر الطعام على إحباط على تهية الإحباط الطعام بإحجار كده الباطنة الله يأكي الحمد لله بشكل كل شمكتان وما تطيب صحوه ومتطيب صحوه ومتطيب صحوه ومراكب اللي لنزل الحمار ومتطيب بأربعه والبعض اللي هو والبعض اللي هو الخاطر المصريين والسودانيين والدولة هل تحددون على لك تعمل ذلك ومتطيب صحوه ومتطيب صحوه ومتطيب صحوه ومتطيب صحوه البعض التطبيق مع طفوف الكبير من عدرافان سترون خلصة الجيئة لكون بعضتها الطبية على قدر المسؤولية لكي منتاك وجير صحيانة ثلاثة وسطن طبيبا ومتطيب صحوه تحوص من زيادة صحوه بمكة المكلمة والمزينة على تطبيق على تطبيق ومتطيب صحوه المشاعر المقدسة لأول قرطة تاريخها وبعد شراء أعلى بارتات قيمة ومؤسسة المطوطين وفرت الهيئة الخيامات المنونة الحديثة ومتلئة في عربة ودونة للطبقة الممتجية سكت فيها جريب الحجاج السمية مع تحقيق وجبات طعام الساخنة وجهتها ومتطيب صحوه ومتطيب صحوه سعيد الشركات الوكميه أغراق منح الإجازات لشركات الهمراء فرضيق وابطة وشوروط إجزامية أخريق منات مارية إجزام الشركات من الأنفقة الحشرين الدينيين للقفة الدرد ما مثل عما بعد اعتبار المدامة لأربعة أطول وتعزيزنا لتطور الإعلاقات الثنانية بين البلدان الشرقين أعادت المنكة العربية السرونية بافتتاح من تدعر أبان المؤتمرين العرقيين وأثمر اقتتاح المنفذ عن قدة أمور بيجانية منها اعتبار الموطنيين على تهاب الإبارة التي يمتزها فلت التكالي المنكة المعتمدين قياداً باستقر جوهرنا المساهمة في تعزيز التباري للتجارية بين البلدان الدار استثمارات الناتعة المنفذة ومن المنفذة قديمها الرقم 23 عام 2005 لفلت استثمارات واحدة لتحقيق أرباح تساهم في تحقيق تكلفة الحج والأحسين الخدمات وكانت أولى خطورتها بتأسيس مصرح الناسك الإسلامي للإستثمارات المنفذة وتمكن المصر خلال مدة مجلسة من تقرير عملها والمساهمة لتخفيق أزمة الدارة على عدد الكبير من المؤتمرين فيما وصلت مرحلة تأسيس شركة الضيارات العالمية للنقل الجوهر إلى الفرحلة الرابعة لإمجازها لتساهم بتنمية النقل الجوهر المحدد في البلدان حقيقة نحن أحد الشركات المرخصة من قبل مقام وزارة الحج والعمرة والنقابة العامة للسيرات ووزارة السياحة نخدم كضيوف الرحمن كأحد أكبر شركات العمرة التي تخدم في مواسم العمرة السابقة وحاليا نحن شركة خدمية نقوم بخدمة كاملة من تأشيرها إلى سكان إلى نقل إلى يعاشها حقيقة نحن نمتلك أسطول من الباصات والنقل الحديث كذلك نمتلك برامج متنوعة لخدمة جميع طبقات المجتمع من ضيوف الرحمن والقادمين لأداء المملكة العربية السعودية لأداء العمرة من المملكة العربية السعودية هي تميزينها بالسعر والخدمات والفنادق والمستوى هذه الأشياء تميز شركة عن شركة إن شاء الله نحن من المستوى الكبير لحد الآن نخدمين أكثر من 65 ألف معتمر تمام لحد الآن الحمد لله هذا من فضل الله علينا طبعا هذا المؤتمر من المؤتمرات اللي يصبغ إليها كل الدول العالم الإسلامي وهذا المؤتمر أقيم فيه ثلاث دول فقط اللي هي ماليزيا والجزائر والآن في العراق هذا الميز اللي بيه هذا المؤتمر إنه وفد حكومي وشركات يعني الآن وزير الحاجة مع الكادر الكامل لوزارته من وكلاء ومدراء عامين وسلطة الطيران وسياحة يحضرون إلى هذا المؤتمر فهذا المؤتمر نعتبره طفرة كبيرة في العلاقات السعودية العراقية وخصوصا بما يتعلق في موضوع الحج التطوير اللي حدث الآن في مسألة الحج الألكتروني والحج عبر النوافذ الألكترونية موجود ومتطور شركة نسك أو تطبيق نسك من التطبيقات اللي الآن تعتمث في المملكة العربية السعودية عمرة وحج فهذا شيء مهم أنه نطور بي الأخوة مدراء الشركات في العراق فارتأل الجانب السعودي أن يشرفنا اللي هنا مع الشركات السعودية وكذلك شركة نسك وتطبيق العفو نسك والآن موجودين بيناتنا وإن شاء الله نستفاد من عيدهم ويستفادوا من عيدهم أكيد تعاون مشترك مثمر فيما بين الجانب السعودي والجانب العراقي على جميع الأصعدة يعني وحدة من عيدهم منفذ عرعر منذ ثلاثين عاما مغلق الآن منفذ عرعر بفضل هذه الجهود المثمرة ما بين الجانب السعودي والجانب العراقي ويشكر عليها سماحة الشيخ المسعودي أنه الآن يستوعب من خمسة إلى ستة آلاف يوميا الحمد لله والشكر أهم كل شيء المصداقية بالشغل هذا الشيء آني صار لي تقريبا أكثر من 18 سنة بهذا العمل الحمد لله والشكر مصداقية والفضل يرجع للشركة السعودية مصداقية تم عانا هذا أهم كل شيء طبعا تعرفين التعامل إحنا لأنهم هناك الأساس إنه فأنا بدوري أشكر شركة البركة الدولية وعلى رأسها الرئيس الشركة الحاج أحمد كريشان لأن من الشركات اللي بصراحة يعني مصداقية وأمان والحمد لله والشكر يعني هي سبب لا شك هذه الزيارة الأولى التي يزور فيها وزير الحج والعمرة بوفد رفيع المستوى من سادة الوكلاء وسادة الحكومين الآخرين الذين يعملون في قطاع الحج والعمرة وكذلك أكثر من 30 شركة للعمرة ويقف شركات العمرة العراقية كنظيرة تحضر لهذه البرامج هذا اللقاء الأول وهذا اللقاء سيكون فيه موضوع منصة نسك هذه المنصة ونوع من التطبيقات التي تستعمل في البرامج الحديثة الحمد لله هذا أنا أعتبره بادرة خير باعتبار هذه الزيارة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود نسأل الله سبحانه وتعالى ليسر للحجاج والمعتمرين أفضل الخدمات تخصصنا حنا حج عمره بالبداية طبعا كبداية حج عمره إن شاء الله وبعدين إن شاء الله رح تكون فيها أمور أبعد من كذا طبعا أنا صاحب شركة بغداد للنقل البري وهي أول شركة سعودية تقوم بنقل عفش الحجاج والمعتمرين من المملكة إلى كافة محافظات العراق وبناء على كذا وعلى علاقات كوننا شركة حج عمره على أرض العراق نستثمن من خلالها أعمالنا بالسعودية والله إحنا عدنا يعني طموح إنه يطور العمل مالتنا الحمد لله وشكر كنا البر ومفتح البر وخسا نحب إن شاء الله هذا التطور بلكن فكرة حلوة فكرة حلوة ما بها أي شيء بس مو كل واحد يقدر يشتغلها وكل واحد يقدر يطلع عليها يعني بالأخص الشعب العراقي إحنا شعب بعد جديد على هذا التطور بعدين إحنا بس نطمح إنه يكون نسب الحج أكثر وده ننتظر إن شاء الله السعودية فاتحة كل الأجواء مالتنا إن شاء الله نشكر لكم هذه الاستضافة وحفاوة الاستقبال ولا شك هذا ليس غريب على العراق والعراقيين المشهورين بالكرم وحفاوة الاستقبال بإذن الله تكون هذه المنصة وهذه الزيارة قد تكون الأولى لنا كشركات في مجال الحج والعمرة لكن بإذن الله سوف يكون هناك متابعة لهذه الزيارات إن شاء الله سوف تساعد في فتح الأسواق أكثر في تسهيل لكافة الحجاج والمعتمرين لوصولهم إلى مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية وأيضاً المدينة المنورة لأداء مناسك الحج والعمرة هناك تسهيلات إن شاء الله من خلال الحصول على تأشيرة العمرة وقد لمسنا هذا العام زيادة في أعداد المعتمرين من العراق الشقيق وهناك أيضاً خطوات قادمة للتسهيل في الوصول سواء عبر المعابر البرية أو حتى شركات الطيران المختلفة سواء سعودية وعراقية إن شاء الله هذه الرحلة من أهدافها هو التسهيل للحجاج والمعتمرين وتيسير وصول عدد أكبر بعدة طرق سواء برا أو جوا أيضاً الحصول على التأشير يصبح أيضاً أسهل إن شاء الله عن طريق المنصات ومنصة نسوك إن شاء الله تسهم في ذلك بعد ماليزيا والجزارة العراق ثالث دولة ضمن منصة نسوك السعودية بتعاون سعودي عراقي للحجز الألكتروني وتقديم الخدمات للمعتمرين والحجاج العراقيين كتمل تقبلوا التحيات وتحيات كثر العمل وإلى اللقاء